السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم دعوة من قناة السهل واسهر على الوصفات حبيب قلبي اصدقاء القناة النهاردة معنا وصفتين صحية ولزيزة جدا جدا هيعجبوكم ان شاء الله معنا وصفة بالشوفان ومعنا وصفة ببزور الكنوة صحية جدا جدا ولزيزة جربوها للاطفال او للضيت جميلة جدا ومغزية سهلة وسريعة اول وصفة حبوب الشوفان معنا كوباية من الشوفان وهنضيف عليها سمسم ومكسرات وزبيب نص كوباية من السمسم ونص كوباية من الزبيب والمكسرات مجروشة معنا هنا بقى معلقتين كبار من زيت جوز الهند ونص كوباية من العسل الابيض على النار على النار متوسطة بالشكل ده كده لحد ما يمتزجوا ببعض هنضيف بقى الفانيليا ورشة بسيطة من الملح وشوية من القرفة وهنقلبهم كويس وهم على النار برضو بالشكل ده كده بعد كده هنضيفهم على الشوفان طبعا ضيفين للشوفان زي ما قلتلكو سمسم وزبيب ومكسرات مجروشة هنضيف الخليط بتاعنا عليه بالشكل ده كده في الطبق وهنقلب كويس جدا الخليط في بعضه بالشكل ده هنفرش ورقة زبدة في اي حاجة عندك مفرودة وهنبتدي نفرد الخليط في اي حاجة عندك مربعة صينية او اي حاجة بالشكل ده كده هنفرده كويس زي ما انتو شايفين وهتضيف لي مكسرات وزبيب زي ما انت حاب على الوش كده وهتغطيه كده بورق آآ بورق الزبدة كويس جدا عشان يمتص اي سوايل فيه بعد كده هتدخليه التلاجة ساعتين لمدة ساعتين في الفريزة هيجمل معاك بالشكل ده كده زي ما انت شايفه هتبدأي تقطعي قطع زي ما انت حابه بالشكل ده كده وتقدميه سهل جدا جدا وسريع ومغز جدا وصفة صحية جميلة اعتجبكوا جدا جربوها الوصفة اللي بعد كده بحبوب الكنوة هو صحية جدا جدا ومغزية معانا هنا حبوب الكنوة بتاعتنا كوباية منها هننقعها بشوية من المية ساعتين كده او ساعة بعد ما تتنقع كويس هنحطها في الحلة ونضيف عليها مية هنغطيها بالمية بالشكل ده كده وهنحطها على النار ونغطي عليها طبعا هنشيل اي ريم على الوش وهنسبها نغطي عليها ونسبها لحد ما تستوي خالص على النار هنشيل اي ريم على الوش وهي بتستوي او بتغلي على النار هنغطي عليها ونغطي عليها لحد ما تستوي خالص بالشكل ده كده زي ما انتو شايفين بعد كده هبتدي اضيف لها بقى الحليب نصف كيلو من الحليب وهنضيف السكر بتاعنا على حسب الرغبة ونصف معلقة من الفانيليا وهنقلب كويس جدا بالشكل ده كده هنسيبها دقيقة على النار دية واحدة بس مش اكتر طبعا هنقلبها كويس جدا بعد كده هنضيف لها قطعة من الزبدة بالشكل ده كده معلقة من الزبدة ونقلب كويس جدا شوية كده على النار وبعد كده خلاص بتكون جهزة معانا ان شاء الله الوصفة تعجبكم لو اول مرة تشوفي القناة اشتركي معانا وفعالي الجرس كل يوم معانا افكار جديدة وصفات سهلة وسريعة فعل الجرس علشان يوصلك كل جديد اشتركوا في القناة